سلام لبنات سباح النور وشارككم ان شاء الله يارب يتكونوا لبس وصحتكم بألف خير ارجعت لكم لبنات في فيديو جديد هذ المرة وصفة وحدها كان خلص لي القطول يعني لاراني عس به ضيف وقلت ندير حبيبات بديت اول حاجة هنا بالغريبية غريبية لقطة طينية اللي تجي بالكيوكيو وباللبلابي تبعوا الوصفة ان شاء الله تنجحوا فيها وتخرجوا لكم ما شاء الله اول حاجة راح نبدأ بها هي السمن البنات سنجيبوا حاجة فيها نحط السمن انا استعملت هذا السمن المدينة لازم يكون طري بدرجة حرارة الغرفة لكم تخدموا فيها ما ديروش يكون بارد راح نجيب ضك سكر قلاسي نعمر الكيلة تايو لكن لازم تكون ناقصها بين اصبع حتى الاصبعين على الكيلة تاس سمن فهمتوني البنات دائما السكر قلاسي يكون ناقص شوية للسمن راح نزيد لابانين نعطر العجينة تاعي بلافاني رغم انها ما تستهلش لانها راح ندرو فيها الكوكاو وراح نزيد لها رشة تاع الملح هكذا ونجيب هنا يا لابنات الباتوغ ونبدأ نطلع في الخليط التاعي شوية بشوية حتى نتحصل على خليط يكون ابيض ويرجع لي يتضاعف الحجم كما هكذا في هذا المرحلة راح نزيد الزيت الزوج ملاعق باركي هذا ما كان بهمها بطليش تاها بطليش التاعي الغريبية الزوج ملاعق تاع الزيت ونواصل نخلط ندخلهم ليح في الخليط دوك راح نجيو للكوكاو وانا الكوكاو اللي بنات درت غير نص كيلات قدرت وصلوا حتى الكيلة وجاني بنيني سخف يعني مشي شرط تكملو الكيلة كوكاو يكون محمص ومرحي بالكشور انا ما كانش عندي اللي مرحي بالكشور انا درت اللي نورمال هذا هنيا الحمص المرحي حمصتو شوية في المقلة حتى اخذالي وحد الريحة بنينة هكذا عمرت الكيلة لازم تعمروها الكيلة كما عمرنا الكيلة تاسما وراح نصبو على الخليط وندخلو مليح من المكونات وبعدها نبدأ نحط فالفارينا عفوان لبناز الفارينا هنيا هذي الكيلة الولى انا خذالي ثلاث كيلات والكيلة الاخرة ما تكونش معمرة يعني الكيلة الاخيرة جتني غير اربع زوج كيلات معمرين والكيلة الثالثة جتني غير اربع هذي هني تقدر توصلكم تما ثلاث كيلات تقدروا تديروا غير زوج كيلات انتو ما وكيفة تتعكم الفارينا شوفوا هنا المهمة تكونش تتلسق في يديكم هذا ما كان نرشو طويلة العملتان بالفارينا ونطرحو السمكتا حيكون خشين معروف بالغريبية هذي السمكتا حيكون خشين انا راح نقطحها على شكل هليلات بما انو ما عنديش طابع استعملت اي كاس عندكم هنا ما يكونش كبير الافضل ما يكونش كبير تعيضة جات القاعدته شوية كبيرة ولكن الاحسن يكون صغيرون جيكم الحبة متحوفة شتو كيفة تقطعوا شكل دائري ومبعد على الراس نحوير شوية بركبة تتحصلوا على شكل الهلال واللي عندها قطعة على شكل الهلال يكون افضل تتهنى خلاص راح نجيب هنا حبة تاع بياض البيض نخطقها شوية ونطلي الوجه تاع الحبات تاعي بياض البيض ومبعد ننسق عليه شوية تاع الكوكيو هكذا بها الطريقة يعني عملية سهلة جدا لازم تديروا بياض البيض به الكوكيو هذك ما يسيح لكم ومش عمروا مليح ما الوجه تاع الكوكيو بهجيكم باهي والشكل الثاني جيبوا سكين على الظهر تاوي لبنات وحاولوا انكم متتضغطوش مليحة شوية بالسطح هذا مكان وديروا اي شكل بغيتوا وشوفوا شكلان اللي درت خطوط بالطول وخطوط بالعرض تحصلت على مربعات يعني نبدلوا شوية هذا مكان هذه الحبتانة بتاع الغربية بشكل الثاني كما حبيتوا اللي ما حبتش تدير الكوكيو على الوجه تخليه سامبل وانا تديروا هذا الشكل بالسكين هاي لك هنا ياد ستفتهم في البلاطو راح ندخل هم طيبو على 180 درجة فورن يكون سخون من قبل حتى يخذوا لي تحميرها من الاسفل ومبعد النحي والبلاطوة لبنات هذاك وما نمسوش في الحبت حتى يبقى تبرد الغريبية هذيك بشكل جيد اللي دانبات والليلة كاملة هما في البلاطوة الغضوة من ذاك بهن حيتها هاذ الشكل الغريبية لبنات اللي بالكوكيو واللي ما درتش فيها اللي خليتها هكذاك سامبل ولارشمتها بالسكين برك راح نقطع معاكم تشوفوا حبيباء لبنات يجيكم يذوب في الفم هايل يعني أنا منع الشيق لغريبية ما شاء الله جبنينة خفيفة ما فيهاش بيض ما فيهاش بالزاف يعني تخلاط بالنسبة لبنات هنا للكمية اللي خرجتلي خمسمائة جرام تعسمن ضيحت لي أزيد من ستين حبة والحبة الله يبير كبيرة يعني كون تديروا الحبة تكون صغيرة شوية راح اديلكم أكثر من ستين حبة قادرين توصلوا حتى سبعين حبة هاذ هي الوصفة تعنا لبنات اللي نهار اليوم نتمنى إن شاء الله تجربوها وتنجحوا فيها دمتم في رعاية اللي وحبة والسلام عليكم سلام